صباح الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا برحب بكم محمد طلعت في حلقة جديدة من برنامج أطباء مصر أثمن وأغلى ما يمكن أن يملكه الإنسان هو صحته وظهر ذلك بكل وضوح في الفترة الأخيرة على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدول حيث على مستوى الدول كنا نظن أن دول معينة نظنها أنها دول عظمى وأنها تستطيع أن تقف أمام أي شيء ولكنها وقفت مكتوفة الأيدي أمام فيروس يكبر إلى نصف مليون مرة ليرى بالعين المجردة وهنا يحضرني ويظهر لنا الحكمة الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء وأيضا أفضل ما يمكن أن يستثمر فيه ويستثمر فيه الدول والأشخاص هي الاستثمار في الصحة لأن الاستثمار في الصحة يدفع إلى الاستثمار في شتى مجالات الحياة لذلك سنناقش في هذه الحلقة مشاكل الصحة العامة من السمنة والنحافة وغيرها من المشاكل التي قد تضر بنا وتجعلنا نذهب إلى طريق مظلم وإلى مشاكل جثيرة وأيضا أن الكورونا خاصة جلسنا في البيوت لفترة كبيرة فذلك أثر بالسلب على معظم الأشخاص وعلى معظم الناس وجعلهم في زيادة مستمرة في الوزن فاستمنا لو على سبيل المثال بما أنها أرغمتنا في الجلس في البيوت لو قلنا إجمالا وليس تفصيلا تؤثر على جميع أعضاء الجسد نذكر على سبيل المثال أولا القلب وجد أن هناك ارتباط قوي ووسيق بين الزبح الصدرية وبين السمنة عن طريق أن الكوروناري أرتري اللي هو الشريان التاجي ما بيوصلش الدم العضلة الأكسوجين فبيحصل الزبح الصدرية ودي مشكلة كبيرة جدا لو انتقلنا الحاجة تانية أنها ممكن تؤدي إلى تصلب شرعين تصلب الشرعين وتصلب الشرعين مش معنى أن تصلب الشرعين أنها تصبح صلبة لا ده هي الشرعين هتنسد أو حجمها هيظهر هو ده تصلب الشرعين وخصوصا في منطقة الكرش لأن منطقة الكرش قد يسبب فشل كله أيضا تصلب الشرعين في منطقة الأطراف لأن الشعيرات الدموية اللي وصلها للأطراف صغيرة جدا ورفيعة جدا ففي السمنة الشعيرات بتحجمها أو المجرى بتاعها بيقل فبيحصل تصلب فالدم اللي واصل للأطراف بيقل فبيكون في فرصة أكبر أن يحصل تصلب شرعين اللي أيضا تؤدي إلى صعوبة في التنفس كل هذا من مشاكل من مشكلة واحدة مما سنناقشه اليوم وهي مشكلة السمنة ليس هذا بل أكثر من ذلك حيث أنها تؤثر أيضا على الجهاز العصبي كل الإنسان لما جسمه بيتقل بيضغط على العمود الفقر بيضغط على الفقرات بيعمل التأحتكام فده بيأثر على الجهاز العصبي أيضا الإنسان اللي هو المصاب السمنة ده بيكون غير متكيف اجتماعيا بشكل كافي وبيؤثر عليه بشكل كبير جدا منذ أن كان في الصغر لحد ما يجبر شباب بعد كده وهو كبير فده بيأثر وبيعمل مشكلة نفسية كبيرة جدا حدث بقى على حرج عن تدمير الحالة النفسية حالة النفسية بتتدمر نتيجة السمنة هنناقش كل ده وهنناقش أكتر من كده والحلول ولكن اسمحوا لي أن أرحب بضيف العزيز الاسم الذي انتشره بسرعة كبيرة في الفترة الأخيرة دكتور حازم الفقي طبيب تغذية علاجية ورياضية والمدرب المعتمد من الرابطة الدولية العلوم الرياضة اي اس اس اي صباح الخير دكتور حازم دكتور محمد ورحب حضرتك معنا ببرنامج أطباء مصر في البداية دكتور حازم كنت عايز حضرتك توضح لنا الكورونا معظمنا جلس في البيوت فحصل سمنة فهطلب من حضرتك توضح للسادة المشاهدين معنى ايه معنى السمنة وازاي ان الكورونا قصرت علينا في الفترة الكبيرة اللي قعدناها في البيت تمام هو اولا فترة الكورونا دي اللي حصل ان احنا كل حاجة ماشية بالطاقة يعني الطاقة اللي احنا بنستمدها من الشمس دي اللي هي بتتوظف الأرض كلها احنا لشان خاطر نتحرك بنحتاج طاقة اي كتلة لشان خاطر تتحرك بتحتاج طاقة فبنحتاج حاجة اسمها الكالوريز كالوريز دي اللي هي وحدة قياس الطاقة اه وحدة قياس طاقة اللي هي الكالوريز احنا في الفترة اللي عادنا فيها في البيت اللي حصل ان احنا استهلاكنا للطاقة قل وكمان بناكل كتير او حتى لو انت كمان ما بتاكلش كتير واكلك سابت زي ما هو بس استهلاكك للطاقة قل فحرقك يعتبر قل يعني في النهاية انت عملت راكم دهون وتحوش دهون عندك فده اللي حصل مع معظم الناس في فترة الكورونا الطاقة دي لما استخدامها بيقل زي ما حرق قلت والجلوس في البيت ما بقتش استخدمها فبقت تتخزن اه على هاقي الدهون اه الدهون دي هي الحاجة المضر اه بالظبط تمام عشان استداء المشاهدين يكونوا فاهمين معنا بابسط الامسل مضبوط يتفضل كامل يا دكتور فاحنا اللي حصل في فترة الكورونا دي ان احنا خزنا يعني عملين ناكل اكل ده بيترجم كطاقة فالطاقة دي عمالها تتخزن كالوريز عمالها تتخزن فوق معدل الحرق بتاعك فبالتالي لما انت بتخزن طاقة فوق معدل الحرق بتاعك ده كله بيتحول لدهون كل ده بيتخزن ويضاف ان هو يعمل لك كتلة دهونية فده باختصار شديد اللي حصل في فترة الكورونا تعريف بقى السمنة السمنة بكل بساطة هي ان انت يجي لك نسبة دهون عالية تؤثر على صحتك بتؤثر على وظيفك الحياوية كلها يعني اي واحد عنده نسبة دهون مرتفعة بيعتبر ده عنده سمنة فيه ممكن سمنة بتبقى بسيطة اللي هو نسبة دهون وعنده كرش بسيط مثلا او دهون بسيطة وفيه بتبقى سمنة مرضية اللي هي بقى بتدخلك في مشاكل كتير جدا طيب دي انواع السمنة هنتكلم عنها لكن خلينا اقتبس من كلام حضرتك هراك قلت نسبة دهون عالية تمام عايزة هراك توضح لنا ايه النسبة الطبيعية الاول هو اولا احنا لازم لشان تحدد حد مثلا لو انت هتحدد هو مريض سمنة ولا لأ او هو يعني الجسم ووضع عامل ازاي في احد الطرق ممكن نستخدمها غير الرؤية العينية ان احنا نستخدم حاجة اسمها البادي ماس اندكس طبعا البادي ماس اندكس دي مش بتستخدم ما تقدرش يتحدد لك كل الناس لان في بعض الناس بيبقى عندهم البادي ماس اندكس عالي بس ما بيبقاش عندهم سمنة زي مثلا لعبة كمال اكسام اللي بيبقى عندهم عضلات كتير جدا فانت عندك البادي ماس اندكس مثلا لو هو فوق التلاتين او يعني معدل التلاتين وخمسة تلاتين انت كده تعتبر اوبيس انت كده في سمنة خطيرة وكذلك لو هو تحت التمنتاشر ونص ده يعتبر أنت كده نحيف فالبادي ماس إندكس هو بيبقى عبار بسهولة أنه هو الإسمة بتاعت وزنك على مربع طول بتاعك وزنك؟ وزنك على مربع طول بتاعك يعني أي حد يقدر يعمل الحزب أه أي حد طبعاً يقدر يعمل للحزب نفسه في أي صيدلية أنت الأجهزة بتاعت الكياس دلوقتي إذا الإنبادي مثلاً بيطلع لك البي إما أي وبيطلع لك حاجات كتير فيه فالبي إما أي ممكن يتأس بسهولة جداً أنت بتحسب البي إما أي بتاعك لو هو فوق الثلاثين أنت كده تعتبر أوبيس وداخل في مشاكل كتير جداً أولها بقى مشاكل كاردي فاسكيلر سيستم أو الجهاز بقى بتاع القلب والأوعية الدموية وكل الحاجات دي بتتدهور لنتيجة أن أنت أوبيس طيب ننتقل بقى الأسباب السنة دكتور عايزين حركة وضح لنا إيه هي أشهر أسباب السنة؟ هي أشهر أسباب السنة بكل بساطة أنت ممكن تبع عندك سمنة مرضية يعني نتيجة حاجة بقيلوجية في جسمك مرض معين؟ آه مرض معين قد أن أنت في مشكلة في الحرق بتاعك عندك مثلاً حاجة زي الغضة الدراكية مثلاً ممكن تكون إفرزها للهرمونات بتاعتها يحصل في خلل أو ما يبقاش بيفرز بمعدل الطبيعي ده ممكن بيخزن دهون عندك بردو هرمونات كتير جداً ممكن تتحكم الليبتين الإنسولين بعض الهرمونات مثلاً عندك الإنسولين والناس اللي بيبقى عندهم سكر دول برضو بيبقى يعتبر مشكلة في الآيد بتاع الجسم كله معدل الآيد فده برضو ممكن يغير في وزنه ويخليه بقى في حالة كتابوليك أو هاد دام عندك برضو حاجات كتير بقى هرمونات بتتحكم في الموضوع ده زي مثلاً الجريلين وزي مثلاً فيه مثلاً عندك البولي بيبتايد وي أو فيه أنواع كتير من الهرمونات ممكن بتأصل على أن الحالة بتاعت جسمك أنه يحرق بسرعة أو يبطأ في الحرق بتاعه الميتابوليزم بتاعك بيتغير مع حالة جسمك يعني أنت ممكن لو خسج جامد قوي جسمك بيحاول زي بيفرمل بيحس أنه هو في حالة فيحاول يفرمل أنه هو يخس ويبدأ يخزن وهكذا العكس برضو بس هو ده باختصار يعني التعريف بتاع السمنة من ناحية المرضية لو هو فيه أي أمراض أو فيه أي مشكلة عضوية ممكن إنسان يبقى تخين ساعتها ممكن كمان الطرق بتاعة الغذاء يعني النوتريشن بس أو التغذية ما تبقاش كافية لهم ممكن يحتاج تدخل جراحي يحتاج عمليات بقى لشان خطر ينقذ نفسه من المشكلة اللي هو فيها طبعاً ده الناس اللي هي بقى بتبقى فوق 150 كيلو بقى وبتبقى عالية قوي وفيه سمنة عادية بتجدنا نحن ماشيين على باد هابتس يعني باد هابتس انت ماشي عليها عدد سيئر تاكل كتير جونج فود الكلام ده كله بيخزن لك دهون ومش حاسب طبعاً سعراتك بتاكل فوق اللي انت بتحرقه فكل ده عمال يتزود عليك وكل ده عمال يملك دهون بدون ما فيه الحرق بتاعك ما بيعملش حاجة يعني انت خلاص عديت معدل الحرق بتاعك وعمل ايه تاكل فده ممكن يقديل السمنة جميل جداً طيب ده اشهر ازباد السمنة هل الحالة النفسية ممكن يكون لها تأثير على انها ممكن تسبب للشخص انه يحصل له سمنة لو الشخص مزاجه مش كويس عنده اكتئاب مثلاً فيه اي حالة نفسية مش كويسة ممكن تسبب انه يحصل له مرض السمنة اه طبعاً الحالة النفسية لها عامل كبير جداً على الوضع جسمك عامة مش السمنة بس يعني مثلاً لو انت مريض اكتئاب بيبقى عندهم ديبريجان دول بيبقى ممكن يعمل حاجتين يأما يأكل كتير قوي يأما يقل الأكل قوي يعني فيه منهم بيأكل كتير نتيجة النساعات هو بيبحث عن مثلاً الكربوهيدريتس والحاجات المسكرة والكلام ده لشان خاطر يطلع من المود اللي هو فيه فبيضطر يأكل كتير قوي عمال يضيف سعارات حرارية بيخزن دهون وفيه ممكن بيمتنى عن الأكل أو بيبقى مش عايز يأكل مقفول عن الأكل برضو ده نتيجة مثلاً مرض الاكتئاب غير كمان الحالة بتاعت التوتر الانجزايت الاسترس اللي هي واحد متوتر وراء امتحانات وراء اي مشكلة كل ده بيعليلك مثلاً الهرمونز اللي زي الابنيفرين الكورتيزول مثلاً الادرينالين كل الهرمونات دي ممكن تسبب ان انت تتخزن دهون منها برضو الكورتيزول ده هرمون هدام جداً يعني لو انت بتلعب مثلاً بتطلع عضلات او عندك عضلات الكورتيزول بيطلع هتحوش مية دهونك هتزيد وهتخسر عضلات كمان فالحالة النفسية بتأثر جامع جداً على الوضع التالي بتحول العضل لدهون لا هو انت العضل الكورتيزول الكورتيزول مش هيحول لك العضل لدهون هو العضل عملاً مش هيتحول لدهون ما يفعش يتحوله هو هيقل هو هيقل والدهون هتزيد إنما مش بيتحوله طب ياخدنا لسؤالي يا دكتور ممكن أحول الدهون لعضل او العضل لدهون لا هو دي حاجة ودي حاجة يعني الدهون ما صرها في النهاية تركيبة اه تركيبة دي حاجة ودي حاجة دي أمينو أسيدز وحاجة معينة اه ممكن العضل بيتكسر وتاخد الأمينو أسيدز عشان تطلع طاقة دي احد الطرق لتوليد الطاقة والدهون دي حاجة تانية خالص الدهون في النهاية لما بتتحرق في جسمك جزء كبير منها بيطلع عن طريق الاكسپيريشن او الزفير بتاعك 80% من الجزء منها بيطلع في صورة بقى سي أو تو كاربون داكسيد اللي هو سانيوكسيد الكربون وجزء كبير منها بيطلع بقى محتوى مائي ممكن عرق ممكن بول في كذا حاجة بس بتبقى في طريق تاني خالص غير العضل ما بتتتحولش العضل طيب ازاي دكتور حازم الشخص الشخص الطبيعي او الشخص العادي يقدر يقول انا عندي زيادة توازن او سمنة ولا انا في الرنج الطبيعي ولا انا نحيف هو طبعا انت يعني طبقا للزمن اللي احنا فيه والمعيار بقى اللي احنا بنقاس بيه ان انت شكلك فت او شكلك صحي بالنسبة مثلا للسيدات الست ممكن تبقى من 25 ل 35% نسبة الدهون تقدر تقول على نفسها في الرنج الكويس يعني طبيعي زادت عن كده هي دلوقتي دخلها بقى في اوفر ويت بعد الاوفر ويت تخش في اوبيس مرحلة ان هي سمنة بقى متقدمة عندك برضو بالنسبة للميلز يعني او الرجالة الطبيعي او اللي بيسموه السليتك او الفتي يعني انسان اللي بيبقى صحته قويسة ممكن يبقى من 10% لغاية 15% طبعا فيه ناس بتبقى قل من 10% نتيجة انه ممكن يبقى عنده حالة مرادية برضو او هو بطبيعته نحيف او ان هو ممكن يكون بقاصد يعمل كده لشان خاطر مثلا اللي بيخش بطوله او الموديلز والناس دي فبيبوا عايزين بقى يظهر عليهم الفاسكولاريتي والعروق والشكل ده طيب احنا معانا جدوى اللي يا دكتور على الشاشة معانا جدوى ظهر على الشاشة ده اللي بقدر احسب به اه الجدوى اللي ظهر على الشاشة ده ده احد الطرق لحساب الكالوريز بتاعتك او او الاحتياج اليومي بتاعك من الطاقة انت مثلا انت بقى عايز تعرف انا اعمل ايها لشان اخس او اعمل ايها لشان ازيد فالموضوع كله بيبقى لعب بالطاقة اللي هي الكالوريز هاي زي عرف انا جسمي محتاجة ايه اصلا في اليوم فبتعمل بقى فيه طلع لنا بعض العلماء زي مثلا هاريس بينيديكت ده قال لنا مثلا اكويجن معادلة من المعادلات اللي هي بنحسب بيها باستخدام الطول والوزن والسن وكده تقدر تحسب بيها حاجة اسمها البي ام ار البي ام ار ده اللي هو البيزيك ميتابوليك ريت اللي هو عدد السعرات الحرارية اللي انت بتحتاجها علشان خاطر تقدر تقوم بوظيفك الحيوية اللي هي الصورة اللي معنا دي اه وعندنا برضو فيه كذا واحد بعد هاريس بينيديكت عملوا فورميولاس تانية او معادلات تانية عدلوا عليه علشان خاطر يعملوا تقريب اقوى شوية انهم يوصلون لحساب البي ام ار فانت علشان خاطر تحسب البي ام ار بتاعتك بتحسب اول حاجة البي ام ار اللي هو جسمك بيحرقه وانت في حالة الراحة او في حالة السبات بدون اي مجهود بالنتيجة ضربات قلبك التنفس العمليات الحيوية اللي في جسمك بتستهلك جزء من سعراتك يوميا فده اللي هو بيبقى البي ام ار بيحسبوه بالمعادلات دي وبتضيف على البي ام ار المجهود اليومي بتاعك السعرات اللي بتحرقها نتيجة المجهود اليومي يعني الحساب حيث عشان تحسب الاحتياج اليومي بتاعك بيبقى عبارة عن البي ام ار زائد المجهود اليومي بتاعك البي ام ار عرفنا انه هيجي من من المعادلة دي المجهود اليومي بيبقى ليه بردو معادلات بردو ان انت تقدر تعملها لشان خطر تطلعلك على حسب مثلا انت تتمرن خمسة ايام ما بتتمرنش انت قاعد في البيت بتعمل مجهود المجهود ده مثلا ايروبك ولا انا ايروبك ويت ليفتينج ولا يعني على حسب بقى انت بتعمل ايه بالزبط بتقدر تحدد انا في اليوم ده مثلا هحط فوق البي ام ار مثلا نتيجة اللي انا بعمله اقول 1000 كالوري كمان فانا البي ام ار مثلا اقول 1000 ونص كالوري زيادة عليهم 1000 كالوري اللي هم بتقول المجهود فانت كده مثلا ايه بتعمل 2500 كالوري حرق في اليوم لو كلت عنهم زيادة ده بيؤدي ان انت هتتخد لو نزلت عنهم فده هيؤدي ان انت جسمك هيطرح من اللي موجود فيه وتخس في الوزن طيب جميل نرجع لنقطة تانية ان زي الشخص الطبيعي او الشخص العادي يعرف ان هو في الرنج الطبيعي ولا عنده زيادة وزن ولا هو في الحراج ذكرت اول حاجة البادي فات بيرسن البادي فات بيرسن هي دي احسن طريقة تقدر في الفيميل لو ازيد من 25% لو ازيد لو ازيد في الفيميل لو ازيد من 35% هي كده في مرحلة ان هي دخلة مش خطيرة دخلة بقى في الم دخلة في والميل الميل برضو فوق بقى الخمستاشر يعني ممكن نقول برضو سماحا فوق العشرين بتبدأ العملية تبقى ايه تخش ان انت بدأت تتحوش دهون او الكرش يطلع بقى ايه ذر الفات تانية دكتور يقدر يوضح لي هو غالبا الفات بس هو يعني الحاجة الاساسية اللي انت بتبص عليها لان ده لما بيزيد ده اللي بيدهور حالتك الصحية هو ده اللي بيتحكم في كل حاجة ده اللي عمال يزيد طبعا العضلات لها دور مهم جدا ان انت لما عضلتك بتزيد معدل الايد بتاعك والحرق بتاعك بيزيد فدي بتبقى حاجة كويسة يعني اللي بيبقى عنده عضلات حرقه بيبقى اعلى وبيبقى صحته كده كده احسن لما بيخشه في الحاجة بيسموها training effect او ان هو نتيجة تدريبه ونتيجة ان جهازه الدوري بتاع القلب بقى والاجهزة دي كلها شغالة بطريقة كويسة فده بيبقى حالته احسن بكتير من الشخص السيدنتري او اللي قاعد عادي ما بيعملش اي مجهود طيب انت على ذكر حرقه دكتور على ذكر العضلات والرياضيين احنا معنا صورة على الهوى اه ده عند حضرتك اه ده موسى كان كلينت عندي يعني من احسن الناس اللي انا مرنتهم جميلة جدا بياخد وقتة دي يعني مثلا هو التنسفوميشن اللي عمله موسى ده كان في خلال 3 شهور طبعا 3 شهور اه انت بتحتاج طبعا يعني 3 شهور على الهوى طبعا ده بيفرق من ناحية الجينز طبعا يعني في بعض الناس بتحرق أسرع النموها العضلي بيبقى أعلى من الناس يعني النمو العضلي لوحده بيعتمد على الجينات من احد الحاجات غير طبعا الهرمونات مثلا زي التستسطرون وكده فانت النمو العضلي بيعتمد على الجينز بتاعتك وغير كده يعني مثلا موسى حقق هدف ان هو زاد عضلات ونزل دهون في نفس الوقت يعني عمل الاتنين مع بعض هو نزل دهون وزاد عضلات فالشكل تماما بيتغير بتلاقي شكله بقى قسم بتلاقي العضلات ظهرت طبعا هو طلب بيبقى طلب ان هو يوصل لنسبة دهون قليلة يعني هو نسبة دهونه كانت تحت العشرة معانا صورة تانية دكتور على الشاشة برضو ده برضو عند حضرتك هذا مروان برضو ده هو عنده كان رفيع كان نحيف بس طبعا يعني مع التدريب لفترة طويلة خد له مثلا اكتر من ثمان شهور باستمرارية بيتمرم في الجيم وبيعمل تغذية سحية ثمان شهور كويس مش كتير لا هم يعني فيه ممكن تاخد اكتر وممكن تاخد اقل هو على حسب بقى طبعا بس هو هو كان شخص كده كده نحيف بس محتاج عضلات عشان يدي الشكل الجمالي بدل ما يبقى شكله نحيف فالعضلات بتديك شكل حلو يعني الضهون طبعا بتبقى مشكلة انما العضلات بتديك شكل جمالي سواء للراجل او للست طيب يا دكتور حراك قلت ان الطاقة الاكل اللي انا باكله بكله بساطة بيتحول لطاقة الطاقة اللي انا اللي انا باخدها دي هت يعني مصيرها ايه يعني ممكن الطاقة اخدها والجسم ما استفدش منها لا انت لعمتا يا تحرف وتدخل وتخرج تبقى تبقى زي ما ايساك نيوتن قال لنا يعني الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم انت الطاقة اللي دخلت في جسمك مش هتختفي يعنيية هي لازم تتصرف في حتة تانية با 있거든요 يا اخدني النقطة تانية الاكل اللي انا باكله بيتحول لطاقة بيتحول لسعرات حرية زي ما اتفقنا طمام هل الاكل اللي هنأ باكله اللي هي الطاقة دي الاكل اللي انا باكله هي الطاقة الفترات اللي أنا باكل عليها أو تباعد الفترات اللي أنا باكل عليها بكله تأثير أو ودة الأكل نفسه يعني مثلا بنسمع من بعض أهلينا يقولوا لنا أعكل خد فترة حد تاني يقول لك لا أكل بسرعة دي زي دي الناس تقول لك كل تلات مرات بينهم كل أكل أو أكلة مثلا 8 ساعات الناس تانية تقول لك لا أنت هي 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 في الأول والآخر كالوريس فممكن توضح لنا النقطة دي هو عامة اللي بيفرق في الموضوع كله الحسبة بتاعة الطاقة أو الكالوريس في بعض الناس كان فيه زي مفهوم شائع أن أنت لما تقسم أكلك ممكن تخص أكتر لو كالته مرة واحدة هتخص أبطأ ده ما لهش أساس من الصحة لأن أنت في النهاية اللي داخل جسمك سواء بقى أخدته مرة واحدة سواء فرقته في النهاية حسبة الكالوريس اللي داخل جسمك هي دي اللي بيؤخذ بها إنما أنت ممكن واحد مثلا عنده مية جرام فراخ ياخدهم في اليوم ممكن ياخدهم مرة واحدة في أجبة وممكن يقسمهم على كذا أجبة فده في النهاية برضو المية جرام فراخ ليهم عدد طاق سعرات حرارية معينة ليها طاقة معينة لها تزيد ولا هتقل حتى لو فرقتها يعني حتى لو فرقتها برضو هتفضل بنفس هي هي ممكن أحسب أنا محتاج تبقى للإيكويجيا اللي حرارك قلتها أنا محتاج كالوريس قد إيه وكلهم مرة واحدة في وقت واحد وقلت هو طبعا بيفضل أن أنت تقسم وجباتك تعملهم مثلا خمس وجبات في اليوم ثلاثة على الأقل لكمان لرحتك أنت ولشان الهضم بتاعك تزبط ولشان تعرف تقسم البورشنز بتاعتها وتعرف تزبط نسبة الكرباهيدرات والدهون والمسلز لقصدي البروتين يعني أنت تقدر تزبط الحاجات دي هتقدر المفروض تعمل تقسم الوجبات بتاعتك إنما أنك تخدم كلهم مرة واحدة ما حدش بيعمل كده يعني أنت مثلا واحد عنده تتألف خمس ومئة كالوري بيضخم مثلا أو واحد واحدة عايزة تدخن أو أي أيا كان يعني أنت بتحتاج كالوريس كتير مش هتقدر طبعا تخدهم في أجبة واحدة فبتقسمهم كده كده بس لو فرضنا نظريا أن أنت تخدتهم في مرة واحدة فده مش هيفرق عن لو أنت فرقتهم حتى في بعض الناس كانوا بيقولك أن أنت لما تشغل جهازك مش هافر في أن يحصل له سمنة إنما ممكن يضره من طريق تاني آه ممكن يعني عسره هضم بقى نتيجة أن أنت كالت كتير مرة واحدة ده بيبقى تعب طبعا طيب لو اتكلمنا إحنا لوقتي شرحنا إيه السمنة ووضحنا كل أضرارها ومخاطرها عايزين نحل بقى مشكلة السمنة ومشكلة زيادة الوزن في حلول كتيرة دكتور طبعا وحلول جراحية وضايت وحلول كتير جدا منتشرة ممكن حرارك تشرح لنا إيه أشهر الحلول وإيه أفضل الحلول هو طبعا إحنا عندنا الحل اللي بيلتزم بيهي النوتريشانست يعني أو أخصائيين التغذية وده كاترة التغذية إنهم ما بيعتمدوا على الضايت بتاعهم طالما الشخص ما بيعنيش من مشكلة صحية ومحتاج إنه يتعالج الأول وبعد كده يجيلك يعني إنت لو هو الشخص سليم ما فيهوش مشكلة إنت بتعمله نظام غذائي يمشي عليه في بعض الناس برضو بيبقوا ميديكالي كومبرومايز أو اللي هو عنده حالة مرضية زي مثلا مريض السكر مثلا ده بتحتاج تعمله ضايت خاص به بيبقى ليه مواصفات غير البني آدم العادي وهكذا بعض الناس فأنت الحل الوحيد طبعا أستغلت نحرك قبل ما تقول الحل معنا اتصال أستغلاء أستغلاء صباح الخير أيوة صباح النور ممكن حررك تعلي صوتك بس شوية ممكن لو سمحت أتعال بس أسئل الصوت ممكن فائق ممكن لو سمحت أتعال بس أسئل اتفضلي اتفضلي دكتور حزم مع حضرتك معاني يا بنت أنا عندها 17 سنة تانية سنوي معاني يا بنت أنا عندها 17 سنة تانية سنوي أستأذن يعني في نحافة جديدة عندها واستعملت كل حاجة ممكن حررك في التلفزيون أو تبعيد عنه يا فندي أيوة حاضر ماشي معايا بنتي عندها 17 سنة بتعني من نحافة جديدة عندها جميل تمام هي دي الشكوى الوحيدة منها متعنيش من أي حاجة تانية في أي مشاكل تانية دكتور حزم بيقول لحضرتك آه بل أنيميا عندها أنيميا جديدة عندها أنيميا آه طبعا وهي واضح كده أن هي عندها سوق تغذية يعني طالما هي أنيمك وعندها نحافة جديدة فهي كده محتاجة بقى تتغذى ومحتاجة نظام كامل تمشي عليها لشان خاطر تطلع من اللي هي فيه لأن كمان فيه كتير جدا بيبقى عندهم نحافة بتبقى المشكلة الأساسية أنه هو مش عايف يأكل فلازم يضغط على نفسه أنه هو يأكل لشان خاطر يقدر يجمع شوية كالوريز يبنوله شوية جسمه يعني ويدوله بالمصر إذا ما بيقوله يبقى فيه الرمأ أو اللي هو خير يعني أو العز اللي هو بيقوله بس إنما يعني الحل كله بيبقى في الأكل وإن هي تظبط الاحتياج اليوم بتاعها من الكربوهايدرات والبروتين والفات وفي نفس الوقت برضو تاخد المايكرونيوترينز أو الحاجات اللي هي زي الفيرومينز بتاعتك والمينرالز تبقى الحاجات دي مظبوطة الفيتامينات طبعا مهمة جدا لأن دي وظيفك الحقيقية كلها ممكن تتضهور ويجي لها مشاكل كتير جدا لو هي فيه نقص في الفيتامينات فده كله بييجي من نظام غذائي صحيح إلا لو هي بتعاني بقى من مشكلة معينة مشكلة مراضية مصدر بساعتها برضو بتضطر بقى إيه يعني تحل المشكلة دي وبعد كده تعالج مشكلة النحافة لأن المشكلة دي ساعات هي اللي بتكون مسببة النحافة بس في النهاية برضو الحل بيبقى بالأكل بالنظام الصحي المتكامل المدروس ومعمول محسوب بالكالوري الوحدة يعني بدقة كمين طيب نستكمل حديثنا حول الحلول وحلول السمنة كنا ذكرنا منها بعض الحلول حلول السمنة عمتا هو الموضوع كله برضو في الأكل إلا بقى الناس اللي بتبقى أوبيس قوي أو بيبقوا السمنة عندهم عالية قوي في بعض الناس ما بنقدرش حتى ننزله يعمل رياضة وحتى لو عملنا له نظام غذائي بيبقى خلاص جالوا حاجات بقى زي الانسولين رزيستنس والليبتين رزيستنس بقت هرموناته حتى ما بتساعدوش إنه هو يخس وبيبقى معدل الآي ده عنده وبيبقى مريح شوية بيبقى محتاج بقى طبعا في بعض الناس تحتاج تدخل جراحي وفيه الناس بقى بتلجأ بقى للحاجات اللي هي زي تكميم المهدى وتحويل المسار والشفت بتعدونه وكده طبعا هو ده جزء طبي يعني الواحد ما بيستنكروش وفيه بلاستيك سرجنز كتير موجودين عندنا في مصر بيعملوا حاجات جميلة جدا ونتائج حلوة جدا بالجراحات دي بس فيه فريق تاني أو فيه يعني جانب تاني اللي هما بيستخدموا اللي هما بيستخدموا بقى طريقة الدايت إنه هو يلتزم بالدايت حتى لو أنت بتاخد فترة أطول شوية يعني ممكن أنت تعمل دايت تبدأ كل أسبوع تنزلك مثلا نص كيلو دهون كيلو دهون كيلو نص مثلا بكتير قوي بس بتبقى على فترة طويلة ده بيبقى أحسن حاجة وبتقدر تتاقلم بسهولة وتقدر تزبط اللايف ستايل بتاعك لغاية المكانيسي عندها فوبيا من كلمة عملية كلمة إن أنا هعمل أي حاجة فيه ناس عندها فوبيا من كده فبينتقلوا للضايت هو يعني ده طبعا يفضل الناس ما تلجألوش غير لو هي محتاجها طبعا لظروف قاسية يعني إنما أنت لو تقدر تروح تعمل رياضة وتعمل دايت متوازن ده أحسن شيء ليك وأسهل شيء بده ما تروح تعمل عملية جراحية ده بيبقى طبعا موضوع تاني فيه طبعا عمليات جراحية بتبقى هدفها تجميلي يعني الحاجات بقى بيسموها البوتجرافت وحاجات كده بتبقى تجميلية بيعودوا بقى ينحطوا الجسم بطريقة معينة لشان خاطر يطلع لك شكل حالو هي طبعا بيبقى فن وعلمي يعني إنك تعمل حاجة زي كده بس أنا من رأيي أنا الشخصي ويعني أنا الفريق اللي هو بيمشي بالتغذية وبالتمرين وبالمجهود البناني اللي أنت بتعمله والكلام ده أنا من الناحية التانية طيب بس إذن حراك معنا اتصال سوز خالد سوز خالد صباح الحالي صباح نوع اتفضل دكتور حزيم مع حضريتك لو سمعت يا دكتور أنا عندي 25 سنة من سنة تقريبا كنت 58 كيلو فبتزيت إننا أروح الجيم وإن أنا أعمل التحليلات عشان أتأكد إن حافة اللي عندي مش مرضية عملت الهيموجلوبين والتيسريوتيفوروتيسيتش وكل حاجة كل النصاب طبيعي فبتزيت إننا أروح الجيم وأعتمد على نظام غذائي فزيت من 58 إلى 75 خلال السنة دي بس من حراري 3 أربع شهور وبدأنا أوقف عند 75 أنا عادي أصل إلى 82 عشان أضفل تعريبا مع طول لإني 188 حاولت تكون الطرق بعد الموضوع ده إن أنا زيت وزني وزني ما زادش جرام عن الموضوع ده فالمفروض إن أنا أعمل إيه؟ أو أغير في الزمزين مثلا أو أغير في الضيط أو أعمل بالضبط هو طبعا الموضوع كله زي ما قلتلك حسب الطاقة يعني الحسبة بتاعة الطاقة بتاعتك محتاجة تعديل أه محتاجة تعديل إنت مثلا كنت وإنت حاجة وخمسين كيلو بتحتاج مثلا نسبة مثلا كالوريز عشان توصل على المينتنانس إحنا عندنا حاجة اسمها المينتنانس كالوريز أو الكالوريز إن إنت لو دخلتها جسمك هتفضل على نفس وزنك زودت المينتنانس دي هي اللي بتبقى البي أم أر بتاعك زائد المجهود اليوم دول بيعملولك مع بعض المينتنانس كالوريز فأنت عايز تبقى فوق المينتنانس كالوريز عايز تعمل زيادة في السعرات الحرارية فوق المينتنانس كالوريز وكمال برضو تزبط نسبة البروتين بتاعتك لأن نسبة البروتين هي اللي هتحدد لك الزيادة اللي هتجي لك دي بقى هتبقى دهون ولا هتبقى ماصل ماس لين ماس هتبقى يعني عضل ولا هتبقى دهون فانت محتاج تعيد حسبة الموضوع ده على الوزن الجديد اللي انت فيه يعني كل ما هتتقدم الحسبة لازم هتغيرها تاني وتعمل الحسبة الجديدة علشان خطر تمشي مع التقدم بتاعك فانت محتاج ترفع كده صعارتك اكتر محتاج برضو كمان تشوف التمرين بتاعك يعني في حوامل كتير تانية غير الصعارات بس في الاساس بيبقى الاكل بتاعك طيب شكرا قص خالي طيب نرجع تاني للحلول المختلفة دكتور وحرارك ذكرت ان احرارك منضم او تبع فريق الضايت الضايت احنا عارفين فيه حوالي 350 طريقة للضايت منتشرة تجاريا او معروفة دوليا بس انا عايز اسأل حضرتك ايه اسرع طريقة احنا عندنا في مصر طبعا الاستعجال ده الف بيه حياتنا اه يعني هو ايه اسرع طريقة مفيش طريقة نقدر نقول هي اسرع طريقة برضو هنرجع لكيرمنت السر بتاعتنا السر في الكالوريز بتاعتك فيه عندك مليون ضايت يعني فيه ناس برضو خلي بالك بيبقى الموضوع ماشي كأنه عقيدة او دين يعني فيه واحد يقولك انا بعمل كيتو والكيتو ده احسن حاجة وده احسن نظام في الدنيا واللي بيعمل غيره غلط وبيبقوا متشددين جدا ليه طالعا طبع طالع برضو دلوقتي وان انت بقى تعمل للنظام الفيجين او فيجيتيريان او كده اه يعني هو عمتا كل الحاجات دي ان انا شوفت حالات فعلا وخست بال40 كيلو وال50 كيلو انت ممكن تخس باي نظام يعني اي نظام انت ممكن تعمله تبقى بس هل ده صح بقى ولا غلط ده اللي انا عايزة فهم كل نظام بيبقى ليه عيوب وليه مميزات يعني كيتو دايت فيه ابحث تطعم فيه وتقولك انه هو ليه اضرار ممكن اسرع بتاعتك فيه حاجات تانية تطلع تؤيده كل نظام ليه عيوب ومميزات بس انت ممكن تختار اللي رياحك انت كيتو دايت موجود مثلا عندك كيتو دايت برضو كانوا اصلا معمول لغرض طبية لشان يعالج الصرع والحاجات دي كان فيه دكتور عامله لشان خطر يعالج الحالات دي وبعد كده عدله عليه ودخلو لك مثلا الاتكنز دايت واحد دكتور اسمه اتكنز عمل دايت برضو شبيه للكيتو عندك برضو حاجات كيتوجينيك برضو زي فيه عندنا عالم اسمه لايل مكدونالد دا عمل لنا نظام اسمه PSMF أو Protein Spirig Modified Fasting دا بيبقى بيعتبر كيتوجينيك برضو لان ما فيهوش كاربوهيدريت خالص وبيعتبر كراش دايت اللي هو انت منخفض جدا بالسعارات بتاعتك لدرجة ان انت بيبقى عندك عجز في الفيتامينز بتاعتك والاملاح والمينرالز والكلام دا كله بيتأثر انت بتحتاج دعم خارجي بتحتاج سبليمينز علشان خاطر جسمك ما يتضهورش ففيه دايتس كتير جدا بتعملها لظروف بقى على حسب ظروفك انت وعلى حسب برضو انت نفسك في ايه يعني فيه ناس تحب الاكل بتاعك كيتو فيه ناس تحب تأكل كاربوهيدريت كتير ما بتحبش تبقى كيتوجينيك يعني فكرة الكيتو مثلا ان انت تمنع الكاربوهيدريت لما بتمنع الكاربوهيدريت جسمك ده المصدر اساسي للطاقة الجلوكوز لما انت بتمنع عن الجسم الجلوكوز فالجسم عايز يطلع طاقة بيطلعها منين بيلجأ ان هو يكسر الدهون ويطلع لك الكيتون باديز دي اللي بيولد منها طاقة فدي احد الضيطات الناس بتمشي عليها في عندنا بقى البلانت بيز الضيطات النباتية طبعا بيبقى لها برضو يعني لها بعض الفوائد بتبعت برضو عن الالبان ممكن يكون فيها بعض الاضرار او بعض المشاكل الناس بيبقى عندها مثلا لكتوز انتولرنس فيه ممكن الالبان بتزود الانفلاماتري ميدياتورز بتاعتك او عوامل الالتهاب في جسمك فانت بتبعد الحاجات دي فبيبقى فيه بعض الفوائد انت بتخدها من الضيطات النباتية مثلا بس برضو قصادها بيبقى فيه برضو نواقص يعني مثلا الاحماض الامينية اللي بتاخدها من البروتينات النباتية ما بتبقاش هي بجودة الاحماض الامينية الموجودة مثلا في اللحمة والفراخ والكلام ده فبيبقى فيه نواقص مثلا في الاسسنشل أمينو أسد زي اللوسين والايزولوسين والفالين والحاجات دي فبتضطر ترجع برضو ان انت ممكن تاخد سبليمينس برضو ما بيبقاش مبارع عندك فيتامين بي 12 كافي بتضطر برضو تاخد فيتامين بي 12 خارجي فكل نظام ليه ميزة وليه عيب وكل نظام ممكن يوصلك لهدفك بس تفهمه صح يعني كل حاجة تطبق شروطه اه تطبق شروطه وتعرف عيوبه ايه تحاول تتفاداها وتعليجها وفي النهاية برضو بنرجع لكلمة السر ده طبعا كله تحت اشراف طبق متخصص اه طبعا المرفوض طبعا تبقى تحت اشراف علشان خطر تبقى كل حاجة محسوبة لان فيه برضو بعض الديتس ممكن تضرك يعني لو واحد يعمل PSMF مثلا أو Protein Sparing ده في بعض الناس ده احنا بنعمله مثلا لبيبو مزنوئين يعني ممكن واحدة تقول لي انا عندي فرحي مثلا كمان شهر او كمان كم اسبوع وعايزة حاجة تخصصها دلوقتي فبنلجأ بقى الضرورات تبيح المحظورات بقى يعني احنا خلاص هو انك تعمل Crash Diet انك تعمل دايت منخفض السعرات قوي وما فيهوش فيتامينات كافية وما فيهوش معادن كافية ده بيبقى دايت مش صحي بس بنلجأ له في بعض الظروف علشان خاطر نعدي فترة معينة او نعمل هدف معين فبتضطر تمشي عليه فانت كل دايت وليه استخدامه وليه وقته يعني على حسب بها برضو انت هدفك ايه طيب يا دكتور فيه اشخاص بعض الاشخاص او بعض الناس بيجي لحضرتك يقولك مثلا انا عايز صفات معينة او حاجات معينة وخصوصا في الرجال انا عايز عضلات وعايز بنيان قوي وعايز جسم 4x4 الناس بيبقى عايزة جسمه انسا فانت ازاي حضرتك بتقدر تتعامل مع الحالات دي هو طبعا كل واحد بيبقى الـ 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 دلوقتي او المثالية اللي بنشوفها هم الناس اللي بنشوفهم على النت وفي الميديا هم ممثلين الناس دي كلها بتبقى فيه منهم كتير جدا بياخدوا هرمونات وطبعا دا بيعليلك الـ الستاندرد اللي انت بتبقى يعني انت بتشوف دا كأنه هدف انت نفسك توصله بس برضو مهما بتحاول ما تبقاش عايف توصله بسهولة طب استاذن حضرتك معانا أستاذ كريم الغربية أستاذ كريم صباح الخير صباح النور صباح الخير اتفدر دكتور حازم مع حضرتك صباح النور انا مبدئيا كده انا صديق دكتور حازم واحب اشكره على مجهوده معانا الدكتور دا بجد يعني حاول نتحول كلي في مجالة طب في مكان الـ في كل المجالات فانا دا حامل المداخلة مخصوص عشان اشكره بس واحنا بنشكر حضرتك نكمل بقى كنا بنقول الاشخاص اللي بيجوا ليهم شروط معينة او بيتمنوا حاجات معينة عايدين يوصلوا لها ازا حرك بتقدر تتعامل او تتصرف مع الاشخاص دي هو طبعا كل واحد بيجي يقول لك ان عندي هدف معين انا مثلا في واحد يبقى عايز عنده نحافة وعايز يزيد واحدة عنده سمنة وعايز يخس فيه ناس تانية بقى بتبقى عايزة تعمل شكل بقى الجسمها يعني هو مش مجرد عايز يخس ويزيد لا هو عايز عضلات عضلات اللي بتدي شكل الجمالي اللي بنشوفهم بقى في الناس اللي بنبقى عايزين نبقى زيهم المودلز او السلتس الموجودين الناس دي فبتحتاج بقى عضلات انك تعمل عضلات دي موضوع تاني بقى بتبقى تغذيتك غير البني أدم الطبيعي يعني شخص السابت اللي ما بيعملش مجهود اللي ما بيشلش أوزان اللي ما بيحطش عضلاته وجسمه تحت ضغط ده بيحتاج مثلا كمية بروتين أقل بيحتاج صعرات حرارية أقل بيحتاجه أقل من البني أدم اللي بيبقى بيروح الجيم والكلام ده فأنت الراجل بيجي لي مثلا أو شخص بييجي بيطلب مني الحاجات دي بنحدد مع بعض معاه الهدف واشوف هو مثلا نسبة دهونه كام أشوف حالته الصحية عمتا وبيقدر يروح الجيم أو لما بيروحش وساعاتها بقى نقدر نكرر عايزين نوصل لإيه يعني على حسب هو عايز يوصل لإيه كذلك برضو الستات بيبقى برضو نفسها توصل جسمه معين لشكل معين هو في دمخة أغلب برضو الميديا دلوقتي يعني العالم حوالينا دلوقتي بيبقى حتطلق زي صورة لشخص مخيلة معينة مخيلة معينة إن دي أحسن حاجة مثلا شكل الكيرفي أو الشكل اللي بيبقى في الأنوسة زهرة أو المفاتن زهرة اللي هو الشكل المتعرف عليه يعني اللي أي بنت ممكن تحبه ده برضو بتحاول توصلها للنقطة دي بالضيط بتاعك والتمرين كمان بيساعد بمساعدة كبيرة جدا يعني التمرين وإنها تنزل جيم وتعمل عضلات ده بيفرق كتير جدا في الشكل الجمالي بتاعها بتاع الأنوسة كمان أه طيب البنات اللي بنشوفها مثلا على السوشيال ميديا اللي هي بتكون عندها عضلات وآآ عندها عضلات كتير آآ هو فيه بص هستاذن حضرتك قبل ما نجوب معنا سوز حمادة سوز حمادة صباح الخير أم حمادة سباح الكل أستاذة حركت تبعيدي عن التلفزيون أو تقفليه؟ ميش آآ ميش؟ 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 يعني البنات اللي هما بنتشوفهم على السوشيال ميديا اللي هما عضلات و... بص هو فيه ناس ممكن تشوفهم بالنسبة للبنات يعني خاصة فيه بنات ممكن تقول لك أنا مش عايزة روحي الجيم حتى ما بقاش زي الأمثال اللي انت بتقول عليها المعضلة دي الناس اللي بيبقوا معضلين خاصة البنات اللي بتبقى بعضلات جمدة وبالشكل اللي احنا بنشوفه كده ده دول بيبقوا واخدين أنابوليك أندروجينيكسترويدز يعني واخدين هرمونات أندروجينية بناءة يعني بياخد هرمونات زيها زي العيب كمان الأجسام اللي بياخد هرمونات تستستروم بقى وأنواع كتير أنابور حاجات كتير فطبعا بتبقى بناءها العضلة غير البنت الطبيعية خالص وبيدي الشكل ده وهما فيه منهم بيحبوا الموضوع ده إنما كتير جدا من البنات هترفض الشكل ده نهائي وممكن تبقى خايفة أنها تنزل الجيم مثلا أو تلعب رياضة لتكون معضلة وتظهر بالشكل ده طيب احنا معنا صورة دي النقطة اللي كنت حراك بتكلم فيها عن البنات ده مثلا لو هندي مثال عن الشكل الكيرفي البنات بتطلبه إنت عندك مثلا البنات بيبقى عندهم في الأساس الاهتمام مثلا بيبقى بمنطقة عشان تدي شكل جمالي لجسم البنت تهتم بمنطقة مثلا الصدر أو منطقة الخلفية المنطقتين دول أولا بيعتمد في الأساس على التوزيع الجيني للدهون الفات ديستربيوشن بتاعك ده بيبقى نتيجة الجينات بتاعتك في واحدة ممكن تشوفها بطبيعتها من غير ما تروح جيمة من غير ما تعمل حتى نظام غذائي بتلاقي عندها المنظر شكله حلو يعني أنت بتلاقي عندها الحجم التعال الصدر مثلا مقبول الخلفية بيبقى حجمها برضو مقبول بتبقى هي حاسة بثقة وكل حاجة ومن عند ربنا كده هي مع معيشة أي مجهود ده بيبقى نتيجة أن توزيع الدهون عندها جاي في صلحها أن هي عندها الدهون بتتركز في المناطق دي فبتدي الشكل ده في بعض الناس التانية بقى لو إحنا جاي معندناش إحنا توزيع الدهون ده طب نعمل إيه؟ يعني لو إحنا معندناش النقطة دي ساعتها بنلجأ بقى طبعا للتمرين التمرين يعني مثلا نقطة زي الخلفية الخلفية عند أي بني آدم عبارة عن إيه؟ مصز اللي يقول جلوتس مصز الجلوت دي عضلة كبيرة جدا من أكبر عضلات الجسم دي عبارة عن عضلة عايزة تكبر يعني هي لما تكبر هتدي الشكل الكرفي اللي احنا عايزينه فإزاي تكبرها؟ بتكبرها بالتمرين تمرين وتغذية صحيحة بحتاج تمرين قوي برضو ما بيبقىش تمرين سهل يعني الممثلات اللي احنا بنشوفهم مثلا بيبقى عندهم العضلة بتاعة الجلوتس مرسومة بشكل حلو ودول بيبقوا تعبوا ده بتنزل التمرين وبتشيل أوزان تقيلة وبتتعب جامد جدا عشان خطر تعمل المنظر اللي احنا بنشوفه ده فلازم تعمل تستحس العضلة انها تنمو وتعمل الهايبرتروفي او الضخامة العضلية بالتمرين ده اهم شيء في نقطة تانية برضو ممكن ما نبقاش يعني مثلا نقطة السادي مثلا او الصدر في بعض البلنات بيبقى عندهم المكان ده ما فيهوش توزيع الدهون بيبقى ضعيف في المنطقة دي فدي طبعا مش هتقدر تعملها بالتمرين لان المنطقة دي كلها عبارة عن العضلة مش هيأثر التمرين فيه اه هي ممكن التمرين لو انت كبرت العضلة بتاعت الصدر البكتور المصل لو كبرت شوية بتلاقي المنطقة دي ممكن الشكل يتحسن شوية بس المحتوى الدهني بتاع الصدر مش هيزيد يعني على حسب جيناتها هي ممكن اه طبعا لما هتزيد في الوزن وتملالها وزن هتلاقي برضو الحجم بيزيد شوية بس في النهاية برضو بيبقى ليه حدود لذلك بيرجعوا بقى تظبطها وتطلع مظبوطة دي نسبة الدهون والتوزيع الجيني الرسم الجينية بتاعتها فبيلجأوا ساعات انهم يعملوا بقى البرست اوغمينتيشن بقى والزراعات زي السيليكون والحاجات دي عشان خاطر يعوضوا النقطة دي انما النقطة بتاعت الخلفية مثلا دي ممكن نحلها بسهولة جدا يعني دي بتحتاج بس تمرين ومجهود ووقت وتغزية طيب عايز اسأل حضرتك عن حاجة مهمة جدا وحاجات منتشرة جدا وكل اهلنا البصاد بنسمعها شبه يوميا بعض خرافات الرجين الماء السخنة على غر رئي الصبح بتخسس كمون الكوركم ولا الشاي لغدر والحاجات دي هل دي حاجات فعلا فعالة وبتخسس وليها دور ولا هي خرافات احنا بنسمعها وطبعا فيه ناس بتعمل فكرة المشروب السحري او الديتوكس او اي حاجة من الحاجات اللي يقولك بتخسس وسحرية بقى ودي اللي سيحلك الدهون ودي اللي هتعمل كذا الحاجات دي ممكن يبقى ليها فواد تانية بس من ناحية ان انت تخسسك هي ممكن بعض الحاجات بتعمل بوست بسيط جدا للميتابوليزم بتاعك او معدل الايد بتاعك او الحرق بتاعك لو تدي له زيادة بسيطة جدا زي مثلا الشاي اللي اخضر الكافين عمتا بقى الحاجات اللي فيه مثلا في بعض الحوارك بقى اللي هي زي مثلا التوابل عمتا اغلبها بتعمل الموضوع ده بس كل ده في النهاية يعني لو هنتكلم من منطلق بقى الكلام اللي يأكل عيش يعني او اللي يجيب نتيجة مش ده الاساس خالص يعني ده مجرد عوامل مساعدة بسيطة جدا بتديك مثلا الحزبة عملة الطاقة هي الاساس انما الموضوع ده بيديك 5% دفع زقة بسيطة كده برضو كذلك حوارك الدهون والصاب المنسي بيبقى فيها اللي هي الفات بيرنرز عمتا والحاجات اللي زي دي برضو بتبقى دفع بسيطة جدا يعني بتقدر تقول الخسارة فيها الفلوس مسلا ان انت ترحت الشريق يعني اه بنسمع اعلانات تجارية اه طبعا هي بتبقى حاجات دائية درامية انا ممكن اعمل درامية تقصر اكتر وتناولها تناولها عندنا اه طبعا فنان احمد حلمي تناولها بشكل جميل في الفيلم بتاعه اه في نهاية اللقاء الممتع والمسير والشيط اللي استفادنا استفادة كبيرا جدا ولكن انا مقدرناش ان احنا ناخد كل اللي احنا عاجزينه من حضرتك عاجزينه حركت وعدنا ان كلنا لقاء تاني تكلم عن الهرمونات والمكملات الغذائية وحاجات تانية كتيرة بشكر حرارك جدا دكتور حازم شكرا اللي تأجد حرارك معنا بسلام يا باب في نهاية هذا اللقاء بشكر كل السادة المشاهدين على حسن المتابعة وبتمنى ان احنا نكون ماشيين على العهد اللي خدناه من اول حلقة اننا ما نكونش تحصيل حاصل لكلام سمعناه او شفناه على شاشات قبل كده كتير بشكركم شكرا جزيلا انتظرونا في حلقة قادمة الاربعاء القادم اطباء مصر دكتور محمد طلعت اشتركوا في القناة